المتسابقة آمنة ويدراغ من بوركينا فاسو وتقرأ برواية حفص عن عاصم السؤال الرابع اقرأ من قول المولى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تثقفن من قوم خيانة فانبث إليهم على سواء إن الله أعيد القراءة أعيد القراءة أعيد القراءة وإما تثقفن من قوم خيانة فانبث إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قبوة ومن ربات خير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للصلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا خيانتك فقط وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأوق جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبك سؤال الخامس يقرأي من قوله تعالى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذَ الظَّالِمُونَ مَوْطُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِ يَرْجِعُ بَعْدُهُمْ وَلَوْ تَرَى إِذَ الظَّالِمُونَ مَوْطُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدٍ الْقَوْلِ يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صندناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وقالوا نحن أكثر أمو هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها وما أوصلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبتطر نزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون حسبك بارك الله فيك